إسرائيل بطبيعتها لا تعترف دائماً ببعض العمليات التي تقوم بها وأنا أمكن سبق أني ذكرت قبل كذا أنه حينما ضرب المفاعلة النومية في العراق في 81 ميلادي العام الماضي في 2023 فقط إسرائيل أقرت بهذه العملية فهي في بعض الأحيان تقوم بعمليات ولكنها لا تقرها في نفس الوقت مثل ما تم في عملية أصفهان على فكرة لا إسرائيل اعترفت بتفاصيلها ولم يقدم الجانب الإيراني تفاصيل كثيرة عما تم في هذا الملفت للنظر أنه في نفس المبنى اللي كان فيه إسماعيل هنية الجهاد كانوا موجودين في نفس المبنى وعناصر من الحوثي من قيادة الحوثية كانت موجودة في نفس المبنى ولكن كان واضح أن الاستهداف محدد على سيد إسماعيل هنية بالتحديد ولذلك لأنه هو هدف إسرائيلي مهم في هذه المرحلة وأرادت أن ترسل رسالة للجميع أن تستطيع أن تصل مثل ما أرسلت رسالة في داخل الضحية الجنوبية في لبنان باستهداف عناصر من قيادات حزب الله أن تستطيع أن تصل إلى هذه الأماكن وتستطيع أن تصل لهذه الشخصيات وتحقق الأهداف التي تريدها أرادت أيضا أن تؤكد على هذا الجانب بقيامها بمثل هذه العملية الشنيعة التي تمت اشتركوا في القناة